برح زي ما احنا عارفين كان فيه جلسة استثنائية هذه الجلسة لمناقشة القانون المحال وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية لأحالة أو توجيه مجلس الوزراء بأحالة مسودة القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وفي الحقيقة كان جلسة كانت ثرية ومليئة بالعديد من الأفكار والرؤى وإبداء الرأي في هذه المسودة القانونية عشان كده هيكون معنا يعني النهاردة في حوارات كتير عملتها زميلتنا جرمين إبراهيم لي هذا لكن دلوقتي خلونا نروح نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم بدء صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تأسير كافة الإجراءات لتزليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين النهاردة بدء التسجيل إلكترونيا للرغيبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال كي جي وان وحتى الجمعة 30 يونيو 2023 تسهيلا على أولياء أمور الأطفال الرغيبين في التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023-2024 النهاردة تتوجه الأنظار للعاصمة الأردنية عمان اللي هتشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الأنسة رجوة السيف مسار موكب ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية هيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمان حيث يعقد حفل عقد القرن ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال الضيوف من الدول الصديقة والشقيقة ومنهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة